شكلت تكريم الأمريكي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنحه وسامة الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى عرفانا جديدا بالدور الرائد لسمو أمير البلاد في إرساء وتعزيز السلام العالمي واعترافا آخر بجهوده سموه الدبلوماسية والإنسانية والتي ترتكز على أساس نشر السلام وحل النزاعات وقد توالت التهاني والتبريكات بهذا الحدث الذي يعتبر تكريما لجهود سمو الأمير في المنطقة والعالم فيما أكد سموه في برقية شكر جوابية بعث بها لسمو نائب الأمير ولي العهد أكد أن التكريم هو محل اعتزاز لما يمثله من تجسيد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط الكويت والولايات المتحدة وسام جديد مستحق وتقدير غير مستغرب لقائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد شافاه الله وعافاه من الرئيس الأمريكي دونالد تراب بمنح سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وتسلمه موثلا عنه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد مراسم استلام الوسام أقيمت في البيت الأبيض واجأ هذا التكريم والتقدير اعترافا للجهود الكبيرة والدعوبة والدور الكبير الذي يقوده سمو أمير البلاد في المنطقة والعالم وتتويجا للعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية التي امتدت على مدى عقود طويلة فيما أن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد صاحب السمو بهذا التكريم المستحق انهالت على سموه برقيات التهاني والإشادة الواسعة بهذا الوسام فتلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمم مرزوق الغانم عبر فيها عن اعتزازه وفخره لكشعب كويتي بهذا التقدير والتكريم وتضرع الغانم للمولى عز وجل بأن يحفظ سمو أمير البلاد من كل شر والسوء وأن يصبغ عليه نعمة الصحة والعافية كما تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد رسالة تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني الذي أكد أن هذا الوسام اعتراف عالمي وتتويج لجهود سموه التي شملت كافة أنحاء العالم في شتى المجالات من جانبه أيضا فقد بعث نائب رئيس الحرس الوطني معالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح رسالة تهنئة لسمو نائب الأمير وولي العهد هنأه بمنح سمو أمير البلاد وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي برتبة قائد أعلى وتواصلت رسائل التهاني من رؤساء الوزراء السابقين ومن سمو الشيخ ناصر لمحمد وسمو الشيخ جابر لمبارك ورئيس مجلس الوزراء الصباح الخالد والوزراء والشيوخ وعقب استلامه الوسام العسكري الأعلى مؤثلا عن سمو أمير البلاد قال معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد أنه بتكلف من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد تشرفته باستلام وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى ميابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعرب الشيخ ناصر خلال مراسم التسليم للرئيس ترامب عن بلغ الشكر وتقدير سمو أمير البلاد والكويت حكومة وشعبا على هذه البادرة الكريمة من فخامته والتي تعكس المكانة العزيزة لسمو أمير البلاد ولدولة الكويت لدى الإدارة الأمريكية وتمثل كذلك اعترافا بالدور الكبير والمسيرة الدؤوبة لصاحب السمو أمير البلاد في بناء وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني الكثير حق دولة الكويت ويربط العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والقائد المبروك اللي يقدم معظم حياته لربط العلاقات بما يرجع بالفائدة إلى الوطن وشعبه والرئيس خصب التحية سمو نائب الأمير واشكره على تفويضي في الوجود عنده هناك واستلام الوسام بالنيابة عن سمو الأمير معروف تاريخ العلاقات الكويتية الأمريكية وهي إن شاء الله في تحسن وفي ربط مهم يكون مهي قاعدة المصلحة الخاصة بس المصلحة المهمة المتواصلة مثل مشاريع التنمية اللي تربط بينهم ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد على من أرفع الأوسمة العسكرية التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية بحيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط وتم منح آخر وسام في عام 1991 أحمد العنزي الراي